مرحبا فيكم من جديد راح نتابع معاكم ونبلج بالمحاضرة السادسي نحكي فيها على المصفوفات والمجموعات الموجودة بجابا المحاضرة مقسومة لقسمين نقسم بخص المصفوفات اللي راح نشوفه بالجزء الاول والجزء الثاني مختص بالكوليكشن فريمورك اللي بتزودنا في جابا لذلك ما راح اشرح على الجزء الثاني وعرف فيه الى حين وقته يعني ندخل لنا نحكي بالمصفوفات شو معنات مصفوفي نحنا الفين كلمة مصفوفات من الرياضيات انه هي بناء معطيات تستخدم لتخزين مجموعة من الارقام بغض النظر على المعطة يعني هي فقط بنية للتخزين نفس الحديث بالبرمجي المصوفي هي عبارة عن مجموعة من العناوين المتعاقبة في الزاكرة تخزن نمط واحد من البيانات قبل بالاصدارات الجديك القديمة كانوا يسمحوا انك بالقوائم بالريليست يعني هاي معلومة على هامش يخزنوا انماط مختلفة ولكن بعد ما طلع مفهوم الجينيريك صار يقول لك لا يفضل انك تعطينا نوع المعطيات اللي بدك تخزنها هاي بالريليست راح نشوفها بالمصوفات بيقول لك لا بدك تحدد نمط المصوفي اللي بدك يعني فانت وقت بدك تصرع عن مصوفي بجافا بدك تعرف شغلتين شو حجمة لهي المصوفي وشو نمطها عشان تعرف تتعامل معه عشان تعرف تتعامل معه اسم المصوفي يشير الى عنوان اول عنصر في هذه المصوفي عنوان اول عنصر في هذه المصوفي اللي بيشوف هذا المثال بيقول وين مصرع عن المصوفي انا حكيت بالدرس الاولى وقت اكتبت الطريقة الرئيسية مين انه انت عندك مصوفي هي عبارة عن مصفوفة سلاسل يعني مصفوفة سترينغات سترينغ تمثل سلسلة محرفية مصفوفة سلاسل يعني كل عنصر في هذه المصفوفة هو عبارة عن سلسلة محرفية يعني او كلمة جملة وقلت اول ما رح احكي على المصفوفات رح احكي فيها ليش انه هي اول شغلة انت ما رأى عليك انه الطريقة الرئيسية مين تأخذ مصفوفة سلاسل وحكيت نهارته انه انا من وين بدي دخل من وين بدي دخل قيمة لهاي المصوفي اذا انا الطريقة مين هي اللي بتشغل البرنامج خليني اعمل حلقة فور على هذه المصفوفة اللينكس هو عبارة عن ثابت بتزودك في المصفوفات من اجل جلب طول المصفوفة وراح تضعطه طيب انا من وين بدي دخل هذه القيم هاي القيم تدخل وقت بتشغل برنامجك من الترمينال يعني من موجه الاوامل وقتي اللي كنا نعمل للبرنامج جافا سي اللي هو ارضي اكزامبل وروح شغله في اثناء التشغيل في اثناء التشغيل بعد ما تكتب اسم الكلاس اللي تولت كل السلاسل المحرفية اللي بتحطها بعدها وبتفصل بيناتها بفراغات هي عبارة عن عناصر في مصفوفة الارجومنت لذلك انا بعد ما حطيت اسم للصف رح اكتبت 1 فراغ 2 فراغ 3 فراغ 4 فراغ فالكود تابع شرع عمل رح لقطن واحد واحد وراح طبعا نحط بيناتهم انترات لذلك المصفوفة الارجومنت الموجودة بالوسطاء كوسيط للطريقة الرئيسية تأخذ وسطاءه عند تشغيل البرنامج في زمن التشغيل هون عند ترجمته هون في زمن التشغيل كل القيم اللي بتحطها بعضها بتفصل بيناتها بفراغات هي عناصر بين العنصر والعنصر في فراغ انتر يلي بدك يا هكي منكون خلصنا من شغلية حاكيين عنا انه وقت يلي بدنا نحكي بالمصفوفات لازم نسكرا هي اول شغلي مسال تاني لتقدر تمرق انت على المصفوفات انت هون امرقت بحلقة فور عادية زاد دليل واستخدمت الدليل للمرور على العناصر المصفوفة اذا ما لك حابب تمشي بدليل في حلقات اسمها حلقات الفور ايتش انك انت تعمل حلقة فور وبتحط نقطين المصفوفة على اليمين وكل عنصر راح تستقبله بكل تكرار على اليسار يعني انت عندك مصفوفة نمطة سترينج بدك تمرق على كل عنصر فيها طب اذا هي مصفوفة سلاسل كل عنصر فيها عبارة عن سلسلة يعني سترينج لذلك كل عنصر بتستقبله افترض كان عندك مصفوفة انتجر كل عنصر راح تمرق العبارة عن شو عبارة عن انتجر فهون صار العنصر يلي راح تستقبله انت بكل تكرار فهو سترينج نمطه سترينج لانه نمط الارجومنت سترينج فبروح انا بتعامل معه بدون دليل انه خلص انا بكل مرور عم امرق على عنصر من المصوفة بكل مرور عم امرق على عنصر بالمصوفة وبتطبعه كيف بتصريح على المصفوفة بكل بساطة عندك عدة اشكال للتصريع على المصوفة تسكر نمطه واسمه وقوسين ما بتحط الحجم ممنوع تحط الحجم بهاي المنطقة قبل البناء بتحط دائما الحجم بعد البناء نيو الحجز الديناميكي بتقول انتجر نفس النمط وبتحط السعيز هون بتحط السعيز هون ممنوع تحطه هون في عالم ما بتحط القوسين لتعبر انه النم مصفوفي عند الاسم وانما بتحطه عند النمط ما في مشاكل انك تروح تحط الحجم حاطلك خطأ انك تروح تحط الحجم اثناء التصريح مو عند البناء خطأ انك تروح تقول انتجر نم 4 وتحط فاصلة من قوطة كمان خطأ كمان خطأ ممنوع هالحركات وهالقصص هاي اشكال التصريع عن المصوفي وشو الاخطاء الممكن ترتكب فيها بكون هيك انا عرفت على المصوفي اللي كانت مترافقتنا طول امثلتنا وما نحاكين عنا المصوفي الارجومنت وبكون اعطيت اشكال التصريع عن المصوفي شو هي الاشكال المسموحة والاشكال اللي مو مسموحة بقى بغض النظر عن النمط انتجر فلو الدبل ما تشاء بالفيديوهات اللاحقة بنحكي كيف تعطي قيم ابتدائي وكيف يدخل وكيف يتخرج من المصوفي اذا في ايه السؤال بتمنى تشاركوني فيه بالتعليقات وبتمنى لكي يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليوصلكم لجديدنا بنشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة سلام